وأشار الرئيس سيسي إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينطلق الشهر المقبل يمثل فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم وأكد الرئيس سيسي أن عرض مشاكل المستثمرين ليس عيبا في الحكومة أو الدولة ولكننا نعرضها لكي نتصدي لها ونحلها لتزيل أو لنذيل جميع معوقات الاتثمار وبالتالي إحنا كدولة مع رجال الأعمال في مصر نحط إدنا في إدين بعض ونجتهد وكل المعوقات التي تقابل بحق مستثمرين ورجال الأعمال في مصر نحلها ويمكن المؤتمر الاقتصادي يكون فرصة التي سنطلق أجندته دكتور مصفف أول الشهر وفي خلال الشهر الجاي سنكون بنتكلم في فعلياته أرجو أنه يدي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال أن هم يعرضوا بشكل أو بآخر المصعب اللي بتقابلهم وده مش يعني لما نيجي نعرض مشاكل موجودة بتقابل يعني مستثمر ده مش عيب في الحكومة أو في الدولة احنا بنعرضوا عشان نتصدى له ونحلوا عشان ما بقاش فيه مشكلة أبداً تعوق للستثمر اللي احنا بنتكلم عليه ترجمة نانسي قنقر